اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد تيدروس إيد هانوم وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وذلك على هامش اجتماعة الدورة الحدية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة نيويورك وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة مشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد أوجستو ستانتوس سيلفا وزير خارجية جمهورية البرتغال معربا معالي عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز العلاقات وتطوير أوجه التعاون المشترك مشيرا معالي إلى وجود الكثير من الفرص والمقاومات التي تدفع هذا التعاون لمجالات أرحب بما يعزز مصالحهم المشتركة من جانبه أكد معالي السيد أوجستو سانتوس سيلفا حرص جمهورية البرتغال على تدعيم علاقاتها مع مملكة البحرين منوها بما تشهده المملكة من تقدم متمنيا للبحرين المزيد من الرقي والازدهار